السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال شباب؟ شكرا تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة في الحلقة اللي عندناها اليوم هذه كان موضوع كثير انطلب مني مؤخرا اللي هو التصنيف في الشطرنج بهاي الحلقة انا رح احكي لك شو هو التصنيف شو الفائدة منه ليش انت كلاعب شطرنج ناوي تحترف الشطرنج لازم يكون عندك تصنيف وحاحكي لك شلون انت بعد هالحلقة بتكون خلص جاهز انه انت تروح يعني تقدم على تصنيف او على رقم دولي وتبلش تلعب بطولات على ارض الواقع وبالاخر رح احكي لك لو انت بدك تعرف تقريبا اديش هيكون تصنيفك على ارض الواقع فشلون الطريقة اللي بتقدر فيها تصنيفك على ارض الواقع هلا اول شي شو هو التصنيف عامة التصنيف هو نفس نقاط بيقيمه منه مستوى يعني مثلا لو انت كان تصنيفك 1500 بيعرفوا انه هادا الزلمة متوسط 2000 اوه هادا الزلمة محترف 2500 2500 فهاي فائدة النقاط انه هي بتعكس مستواك وبتعكس قوتك وهي شغلة مهمة لو انت ناوي شخص مثلا وانت شخص ناوي مثلا بستقبل اتصال تدرب فخلص مثلا اوكي ديش تصنيفك تصنيفي 2300 فخلص بيعرفوا انه واو والله هالزلمي لعيب ماته هو اكيد مستوى عالي وبينفع ان يكون مندرب فاعي الفائدة من التصنيف وهي نظرة عامة عن شو هو التصنيف هلا التصنيف له ثلاث انواع في كلاسيك وفي رابد وفي بلدز كلاسيك هو كلاسيكي رابد هو سريع وبلدز هو خاطف هلا هولا الثلاث تصنيف الوحيد المهم منهم هو الكلاسيك الربد مانو مهم ابدا لانه ما بيعطيك لقب حنيح كان موضوع اللقب هلا والبلدز كمان ما بيعطيك لقب اهم شي هو الكلاسيك الكلاسيك لو انت وصلت تصنيف 2200 بيعطوك لقب CM اللي هو كانديدت ماستر اللي هو استاد مرشح 2300 بيعطوك في دي ماستر اللي هو استاد اتحادي IM اللي هو استاد دولي جي ام 2500 بيعطوك جي ام اللي هو جراند ماستر فهيك 1200 1300 1400 1500 شو بفيد اللقب هو مجرد زينة صراحة يعني بس هيك يعني او انا جي ام بس صراحة يعني ما منو اي فائدة يمكن منو فائدة انو يعني بتصير او جي ام على انت انت احسن IM ما بعرف صراحة يعني يعني بالنهاية بتتم بس هيك انو انا جي ام بتفيدك بس لو انت بدك تدرب وبتعكس انو انت جي ام واو انت جي ام بس يعني هاي هي القصة كلها يعني ما رح يعطوك جائزة وعشان اه الموضوع عن الكلاسيك عشان انت تاخله لقب الجي ام لازم توصل 2500 بالكلاسيك لو وصلت 2700 بالربط ما رح يعطوك لقب جي ام لازم توصلهم بالكلاسيك الفر بين الكلاسيك والرابط والبلدس الكلاسيك بيكون مدة لعب طويلة بيكون 90 ديئة زائد 30 ثانية على كل نقلة الرابط بيكون غالبا 15 زائد 10 والبلدز بيكون 3 دقائق زائد ثانيتين على كل نقل يعني هو مختلف بس عادة بيكون على هذا الوقت اللي حكيت لكم اياه فهو للثلاث أنواع الوحيد منهم اللي مهم هو الكلاسيك والهو اللي أكثر واحد بفيرك واللي بيعطيك رقب واللي بيعكس قوتك فعليا فانسو ما احنا شايفين مثلا هلأ هون أعلى واحد بالكلاسيك هو كارسن فحطينه بالتوب لو بدك مثلا تشوفوا الرابط كمان أعلى واحد هو كارسن بعدين mvl وبالبلدز مثلا نكامورة أعلى واحد بس مع ذلك يعني ما مهم أهم شيء الكلاسيك لأنه نسو ما حكينا هو اللي بيعطيك اللقب كل هالحاكي اللي أنا حكيته جميل وما في أي مشاكل شلوني أغير أنا ممكن أنه بلش أخد يعني أخد خطوة للي نكست ستيف يعني وبلش ألعب بطولات يعني أنا بدي صير عندي تصنيف ولازم ألعب بطولات ألا لو أنت جديد على هالموضوع فأنت أول شيء محتاج تعمله أنه تطلع رقم دولي من الاتحاد العالمي للشطرنج اللي هو الفيده أو شلو ما فيه مثلا بالكورة فيفا ففيده بيسموه بالشطرنج اتحاد العالمي للشطرنج فعشان يترسلهم أنت بتروح بترسل الاتحاد الدولي للشطرنج بدولتك مثلا لو أنت سوري بترسل اتحاد السوري للشطرنج بيكون عندهم موقع أو صفحة على فيسبوك بتبعتلون المعلومات اللازمة اللي بيطلعوها منك وبيطلعو لك رقم هلا هذا الرقم كثير مهم لأنه من خلال هذا الرقم لو ما تشارك بأي بطولة بيحكو لك شو الرقم تبعك الـ ID بتحكي لهم وخلص بيسجلوك فبعد ما يطلعو لك الرقم بيصار عندك ملف يعني مثلا هنا أنا عندي هذا الملف نسموه أنتوا شايفين فنسموه أنتوا شايفين هذا الرقم تبعي لا وين الرقم الرقم رقم هذا هو الـ ID تبعي هون الـ Federation تبعي الـ World Link يعني إديش أنا مصنف بالعالم وأي سنة مولولة لأشياء ما أنا مهم بس المهم هون تصنيفي حاطين لتصنيف بالـ Classic 1534 يعني عشان سر GM محتاج لسه ألف نقطة بالرابد 1531 بالـ Bloods 1700 يعني أعتبر أنا كلاعب متوسط واعتبر هيك هلأ يعني حيعطوه كنن هذا الـ ID وإذا فتت على الموقع حيكون مكتوب لأنه أنت لسه ما لعبت ولا مباراة أنا لاعب ومخلص وعطوني تصنيف فأنت حيكون عندك مكتوب كبداية عشان تطلع تصنيف هلأ أنت طلعت رقم دولي محتاج أنك تطلع تصنيف فبيكون أول شي مكتوب نتريتد عشان تطلع تصنيف بتروح بتلعب بطولات عرض الواقع عشانون بدي أعرف وين في بطولات بتتابع صفحات الفيسبوك بتتابع المواقع ومن خلالها بتعرف فتلعب وبتبلش تفوت بمرحلة أنه يطلعوا لك تصنيف هلأ بيكون أول شي نتريتد وبتلعب أنت خمس مباريات عشان يطلع لك تصنيف بيشترطوا أنه تلعب خمس مباريات وعلى الأقل تكون كسبان وحدة فلو أنت لعبت خمسة بدي أفترض أنك أنا على سبيل المثال أنت كسبت اثنين وخسرت اثنين وتعادلت واحدة وهو للخمس خصوم اللي أنا حكتلك عندهم المتوسط طبع تصنيفهم الفين فبيطلع تصنيفك الفين إنهاي كتقريب وكنسبة وتناسب عشان يعني يكون أنت عندك تصور عن الموضوع شلون بيطلع لك التصنيف الأولي بعد ما يطلع لك التصنيف مثلا أنا هون طلع لك تصنيفي الفين وخبسنين واربعة وثلاثين بتصير كل ما تلعب كل ما تكسب بزيدو لك نقاط وكل ما تخسر بنقصو لك نقاط ونسمع تلكم يعني هلأ هاي هي التصنيف تبعي والمهم بس الكلاسيك أما الرابد والبلدز بس مجرد تصنيف هيك بصراحة حتى الكلاسيك تصنيف هيك يعني ما حي في لك بدهاي إلا زودك تصير مذرب فهاي كان بالنسبة ل الشلون أنت تطلع تصنيف وشغلة مهمة لو أنت مثلا سعودي مثلا أو مصري وأي كان بتراسل الاتحاد من دولتك مثلا أنا سوري ساكن بألمانيا مثلا فما براسل الاتحاد الألماني لا براسل الاتحاد السوري يعني اللي جنسيتي منها فبراسلهم وباخلهم منهم ID وبعدين ممكن أني إلعاب بطولات بألمانيا بروسيا بكل مكان عادي بس الفكرة أنه لما أخذ الرقم برجع على الاتحاد اللي من دولتي طيبا لا خلينا نفوت على المرحلة الثانية اللي هي أغياد أوكي أنا حاب أنه مثلا إلعاب بطولات أرض الواقع بس ما رح رح طلع رقم دولي وإلعاب وعارف تصنيفه يعني بده شي سريع يحكي لي تقريبا قداش هيطلع تصنيفي الآن أنا رح أحكي لك تصنيفك على موقع litches يعني بني أفطرد أنه تبتلعب على litches فلو كان تصنيفك على litches مثلا 1500 فبدي قدر أنه هيطلع 1150-2002 على أرض الواقع بالكلاسيك أغياد أنت 2500 على litches شلون أنت 1500 على الكلاسيك يعني شلون في فرق هائل في 1000 نقطة على أنت عشان تقدر تصنيفك اخصم 300 أو 200 أو 400 نقطة يعني بهاي الحدود يعني اخصم 500 ماكسيمم لا يعني مستحيل أصلا يكون أكتر من 500 لو في فرق أكتر من 500 ففي خلل نفس أنا عندي في خلل في فرق 1000 نقطة والسبب هو أنه أنا ما بلعب كثير بطولات أنا طلعت هذا التصنيف لما كان كنت على litches 1700 وقتا يعني فطلعت تصنيفي على أرض الواقع وبعدين آخر جيم لعبته بال2018 على أرض الواقع فصار عندي بالآخر أنه أوكي أغير من 2018 ل2021 تم يتدرب تم يزيل على litches بس ما عم يلعب أرض الواقع هلا هون ممكن حاليسأل طب ليش ما عم تلعب أرض الواقع يعني أوكي ألعب وبتوصل 2100 2200 2300 يعني هي شغلة كثير فخمة هلا الجواب هو أنه في صعوبات خصوصا حاليا الفترة اللي عم نمر فيها كلنا ثاني شي أنا لما ألعب أرض الواقع يعني حسب أنت كل دولة مثلا بأوروبا بحس أنه كثير موضوع مسهل ومميسر أنه في كثير بطولات وهيك أما بالوطن العربي بتوقع مصر هي دولة الوحيدة اللي فيها كثير بطولات أما عندنا بدك تقتل حالك عشان تلاقي بطولة ولو شاركت ببطولة حتلاقي كل الناس اللي مشاركة تصنيفها نفس تصنيفك فصعب أنت يعني تتغزى وتكبر وكل الناس من حالك يعني أنا أوكي أنا تصنيف 1500 وعليت جيس 2500 كذلك بتلاقي واحد ثاني تصنيفه مثلا 2300 عليت جيس و1300 فأنا بالنهاية لو خسرت رح انزل كثير وكثير صعب أن يطلع فأي الشغلة يعني بيعانوا منه أغلب الناس بتوقع بالوطن العربي وعشان أنت تطلع تصنيفك ما اضطر تسافر وخذلك بأمان بدو يدعمك تسافر فيعني فيها صعوبات صراحة وهي الأشياء اللي بعاني منه أي شخص بالوطن العربي عشان يطلع تصنيفه والمشكلة أنه شو بعد ما يطلع تصنيفه ما بيستفاد منه أي شيء يعني هي بالنهاية تخدها هواية بس يعني لا يكون هدفك أنك تكبر وتتحمس لو بدك تحمس تتحمس يعني بس يعني ما رح تستفاد شيء فبس هذا كان كل شيء عشان تقدر تصنيفك اخصم 300 نقطة 200 نقطة 500 نقطة ماكسيمم لو كان أنت عندك تصنيفه أرض الواقع أقل مثلا بألف نقطة نفس عندي فمية بالمية فيخلل يعني لازم يكون 500 كحد أقصى أنا عندي هيك الفر لأنه نسمع لتلكم أنا كنت عم بتطور عليه تشيس وما عندي المجال أنه أتطور على أرض الواقع وفي عندك طريقة تانية أنه تفوت على موقع اسمه تشيس ميتر أو تشيس نانو ميتر أو هيك شي إلو ميتر أو هيك شي بترك لكم رابط كل هاي المواقع بالوصف بحط لك مسائل وبيقدر لك تصنيفك على أرض الواقع فإنت خلص يعني صار عندك بتوقع على تصور وكل شيء عن التصانيف فبتمنى أنه كون فتكون بها الحلقة باعتذر لو كان في كذا شيخ لي مثلا غير واضحة أو مثلا أنا الخبط كون فيها بس أي سؤال أنا مستعد أن يجاوب عنه بالكومنتات تحت شكرا لكم على المشاهدة إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ونتشوفكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة إلى اللقاء جميعا شكرا لكم على المشاهدة